اشتركوا في القناة شو هي الأسباب وكيف يصير معنا قرحة وشو هي طرق تمييز القرحة عن باقي العوارد أو آلام المعيدة رح نحكي عنا أكتر وشو هو العلاج المناسب معنا الدكتور فهمي المبيض أخصائي هضمية سباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك دي سباحك دكتور أهلا وسهلا فيك بالبداية خلينا نعرف القرحة الهضمية هي اتكال أو ممكن قول عنه جرح بالغشاء المخاطي تبعا المعدة أو الاثنى عشري الاثنى عشري بينصار بالقرحة أكتر من المعدة الآن هذا الاتكال يعني مثل كأنه منطقة متجوفة أو أنه صارت مثل حفرة صغيرة بتعطي مجرد أنه جعلها الحمض طبعا المعدة بتعطي آلام شديدة نعم طيب دكتور كيف بتبلش القرحة؟ شو هي العوارض؟ كيف نحنا فينا نميز أنه هي آلام معدة عصبية أو آلام أو فتأ؟ أو هو لا هو قرحة؟ القرحة بتتميز بأنه آلام شديد وآلامة يأتي أكتر شيء على الجوع لأنه الشخص لما يأكل بتتعدل حموضة المعدة وبالتالي الآلام تصير أخف وبيشير إلها المريض عادة بالإصبع ما بشير إلها باليد اللي بشير باليد نشك بتشنجات المعدة وتشنجات الكولون وغيره وبالإصبع منطقة وحدة اللي بشير بالإصبع معناتها بيحدد على مكان ألم صغير وهذا بيدل على القرحة والقرحة ممكن تنجد بالمعدة أو بالأثنى عشري كما إلنا آلام بتجي أكتر شيء على تناول الأطعمة اللي بتزيد حموضة المعدة مثل البندورة المطبوخة البن المطبوخة الحموض بحد ذاته الخل هيك أشياء بتزيد الحد تزيد الأعراض نعم تمام دكتور لكن ما بيسبب قرحة تمام يعني تناول الحموض بحد ذاته أو تناول الخل ما بعمل قرحة خلينا نعرف كيف بتصير القرحة بأي عمر ممكن تصيب بتصير بأي عمر كان هي ناجمة عن جرسومة اسمها اللولوبيات الحلزونية بالعربي اسمها بالأجنبي هليكوبكتر بيروري صار هلأ من عشرين سنة وطالع معروف تماما أنه هاي جرسومة هي السبب بتشكل تسعين بالمئة عشرة بالمئة بيكونوا ناجمين عن تناول الأدوية المسكنة تبع المفاصل تمام مثلا مثل الفولتارين مثل الديكلون مثل البروفين هاي الأدوية ممكن تخرش المعدة وبتعمل تقبحات هاي أكتر الأدوية شائعة يمكننا كل العالم تاخد كتير مئة تستخدمها نعم بس التسعين بالمئة ناجم عن الجرسومة طيب دكتور عبي قولوا الجرسومة بما أنه هي جرسومة يعني هي أكيد بتاعدي هي عا تنتقل من شخص للطاني ممكن هي أكتر الشي تنتقل عن طريق مثل مثل ما أنا عن طريق الطعام أطعمة الملوثة الأطعمة الملوثة خلينا نحكي كمان أنه الواحد إذا أخذ المسكينات بس يعني أخذ دون بشكل زايد عن حده خلينا نحكي عن الوقاية من مرة قرحة هضمية شو هو الوقاية تناول الأطعمة النظيفة تمام لابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة الجاهزة وخصوصي اللي مفتير تتعرض للنار يعني ما ناكل من المطاعم سلطة مثلا تمام أنه هي مرة تتعرض للنار أما أكل جاهز مثلا بيزا وتصخن وطالع من النار هذا الجرسومة بتكون ماتت تمام الأطعمة المطاعم النظيفة يعني هي طبعا أكيد الأفضل وفي مثلا أنا مثلا على سبيل مثال الخبز أنا بأخذ الخبز صراحة بسخنه بعدين لأنه ما بعرف الفران أنه كان منتبه لموضوع النظافة أو لا لأنه ممكن تنتقل تسخين تعرضوا لنار يعني شباً بشوي أو بحطه بالميكرويف مثلا بيئت للجرسوم الموجودة عموماً مشرط يكون بس الهيليكوباكتر فيه جرسوم تاني ممكن نحنا سر معنا تسمم غذائي أو سر عنا اتهاب معدي وأمعا بتكون ناجم معنا جرسوم تاني اللي كانت مرويسة لأنه يعني عملوا دراسة على طلاب كليت الطوب فلقوا أنه بس 13 بالمئة بيغسلوا إيديهم بعد ما يطلعوا من التواليت 13 بالمئة؟ نعم وهي الجرسومة بتنتقل بالأطعمة الملوثة ببراز المصابين والشخص اللي طلع من التواليته ما غسل إيديه أو ما غسل إيديه بشكل جيد حضر طعام لحدة تاني أو صافة حدا تاني والحدة التانية رأسا أكل مثلا هذا ممكن بسهولية أنه ينعطي حتى أنه لازم نقول للأشخاص كمان دائما يحافظوا على غسل الإيدين بشكل دائم قبل الأكل يعني هذا الشيء كتير مهم ضروري لو هنا مو مرداني نحنا بثقافة مجتمعنا بيغسلوا بعد الأكل نحنا منتمنى أنه يصير قبل الأكل أهم هل حيما مع أزمة كورونا صارت العالم تعطيني بنظافتها الشخصية بشكل أكبر وإن شاء الله دائما يغدوا هذه القصة معهم دائما يتصلوا إيديهون دكتور من الأعراض أنه قلت لي فيه مثلا طفل عمره 45 يوم كان معه مثلا قرحة هضمية خلينا نحكي هي الأعراض هي بتختلف مثلا مثلا أنه الواحد ينقص وزنه بيصير عنده مثل حرقة بيصير كثير كثير من أعراض القرحة الهضمية الطفل بهالعمر شو عرف أمه أنه معه قرحة هضمية يعني أنا أول مرة بنصدم بهال معلومة أمه ما رح تعرف صراحة بس البكاء المستمر الشديد الدائم اللي بيخلي يراجع الطبيب والطبيب بعدين بيشوف قياء شديد متكرر والحقيقة مرضى القرحة ما ينقص وزنهم مرضى القرحة بيزيد وزنهم السبب أنه بيأكلوا ليخففوا من آلام القرحة بيقولوا فقدان الشهية والقي الزايد فيه قي مضبوط بس ما بتروح الشهية بالعكس تمام بزيد الشهية مشانا يخفف من حموضة المعدة اللي هي عم تعمل الأوجاع هلأ فيه استثناء لهذا الموضوع أنه فيه قرحات وخصوصي قرحات المعدة من قرحات الأسنى عشري هاي احتمال تكون سرطانية يعني تكون بالأساس هي تظاهر من تظاهرات السرطان لذلك قاعدة عامة أثناء التنظير لما نشوف قرحة بالمعدة قطعا بدنا ناخد منها خزعة ونفحصها بالتشريح المرضي لأنه احتمال تكون هي مصر والمظاهر السرطان أما قرحات الأسنى عشري الأسنى عشري هو المقصود فيه الجزء الأول من المعاء الدقيقة اللي بيجي بعد المعدة تماما هاي ما فيها يعني ما بناخد من الخزعات لأنه بتكون سليمة قرحات سليمة نعم دكتور العلاج هو طويل الأمد ومدى الحياة بيقولوا هيك بيقولوا كان زمان كان زمان خلينا نصحر حياة الخبرية وكيف العلاج وشو هو لايفستايل الصحيح اللازم يتبعه مريض القرحة القرحة بالمفهوم الحديث إذا كانت سليمة غير سرطانية بعد ما أخذنا خزعة بتأكدنا غير سرطانية خلال أسبوعين عادة بالطيب باستعمال أدوية خاصة هنين اسمها المعالجة السلاسية استعمل ثلاث أدوية مع بعض خلال أسبوعين بالطيب تسعين بالمئة بطيبه بس في عشرة منيه بردو يرجعوا بينكسوه بهالحالة منغير الأدوية نعطي شيء اسمه البروتوكول آخر غير البروتوكول آخرين في قابل يكون هذا البروتوكول مكتير نافع مع هذا المريض ويطيبوا عادة فما عادت العلاج كانوا زمان يعيشوا طول عمره على الحليب هلأ الحليب صار ممنوع لمرضى القرحة حليب البارد البارد أو الصخن كله ممنوع شو السبب؟ السبب أنه وجدوا أنه بريح بس آنيا بساعد الخلايا المعدة على زيادة إفراز المادة الحامضة وبالتالي رجعنا لنفس المشكلة بس المريض كونه آنياً عبيرتاح يعني أنا بشبهه بالمدمين مثلاً اللي بيشرب مثلاً مخدرات بيرتاح بلحظتها بس بتبليش المعاناة بعد ما أروح مفعول المخدر اللي عنده فهو نوع من التسكين المؤقتة اللي غير مفيدة على المدى البعيد دكتور، في كثير من الأشخاص اللي ياخدوا الأدوية الواقية بمعدة قبل الأدوية اللي بدون ياخدوها وفي ناس معهم أرحة كمان بتتخدر معدتهم شوي على واقع المعدة صح هذا الشيء ولا غير؟ هذا اللي اسمه عامياً واقع المعدة جزء من البروتوكول العلاجي لمرضى القرحة وعلاج التولاسي واحد منه هذا اللي اسمه واقع المعدة طبعاً كلمة واقع المعدة طبياً غير صحيحة تماماً لأنه هي مادة تنقص إفراز الحموضة في المعدة ولا إلا علاقة أبداً بتغليف المعدة كما يقولوا الناس يعني أغلب الناس يستعملوا كلمة أنه هذا مغلف أنا بأخذ المغلف تبع المعدة هذا خطأ شائع يعني أما هو بينقص إفراز الحموضة وبالتالي جرسومة المعدة أو الأدوية المسكنة تبع المفاصل بصير المفعولة أقل تخريشة أقل هي جرسومة هاي بتحب الوساط الحامضة كتير طبعاً بس هو مو هي السباب هي بتكون هيئة الوساط المناسب لجرسومة المعدة طب لما بصير عنده نوبات وحالات والضوج المعدة بسبب القرحة شو هي أول شي لازم يتصرف المريض؟ أول شي إنه منتنع عن الأكلات المؤذية حالياً لحتى هي شوية يهدي الوجع لأنه الوجع أليم جداً يعني إذا كان قاعد على الطاول وبدأ يأكل ولا أكلة ميت بندورة يبتعد عنها لما مطبوخ مثلاً أسوأ ميت بندورة كمان حوامض الخل البهارات الحد هي بتعد عنها تماماً ويأكل من الأكلات الثانية العادية تناور الطعام بحد ذاته بيخفف بيعدل حموضة المعدة الطعام العادي اللي ما في هاي المواد تمام دكتور خلينا نقول أمتى بيتم اتخاذ قرار لإجاء عملية جراحية للقرحة الهضمية؟ برأيك؟ الحقيقة بعد اكتشاف أن الجرسومة هي السبب صار يعني أنا من عشرين سنة تقريباً ما حولت يعني يمكن نادراً للجراحة صار الشفاء مية بالمية عن طريق الأدوية تمام زمان كنا مفاكرين أن هي حالة نفسية أو شي من هالنوع نعطي مضادات الحموضة اللي اسمه عامياً مغلف المعدة كنا نعطي فيخفف الأعراض يوقفه المريض يرجع ترجع الأعراض فشو كان مشان نخلص؟ كان نقص العصب طبع المعدة أو نقص جزء القرحة نفسه كانت الحالات تتخف حالياً نادر جداً أنه يتحول للجراحة ما عد فيه داعي بوجود الأدوية الحديثة دكتور كثيراً يربطوا الأعشاب بعلاج القرحة الهضمية مثلاً أنه إذا شربت هذه العشبة يمكن أن تروع عليك يروع عليك الوجع شو رأيك أنت بهالكلام؟ هلأ من تاريخ البشرية من تجاربه بتقدر يستنتج بعض الأشربة أو الأطعمة اللي بتكون بتخفف الألم الحقيقة هي هي الأطعمة كلها بتخفف حموضة المعدة وبالتالي جرسومة المعدة صار الوسط بالنسبة لها غير ملائم تمام فبتهرب عادة هي بتعيش ضمن الغشاء الخطي بتحفي الحفر وبتعيش بعيدة عن مكان القرحة بصير فيها الحالة يعني مفعولة ما عد شغال بوجود الأشربة أو الأطعمة هي ليس علاج يعني الجرسومة مازالت موجودة إذا ما ماتت الجرسومة طبعاً فيه تحليل حالياً دم غير قصة التنظير يعني احنا ممكن نشوفها بالتنظير وممكن نشوفها بالتحليل تحليل بو عفوان دم أو تحليل براز وفيه تحليل أخير اسمه تحليل التنفسي يعني المريض بينفخ بجهاز هذا الجهاز بتغير لون المادة اللي كانت موجودة بالجهاز إذا تغير للون كذا بيكون فيه جرسومة إذا تغير للون كذا بتكون ما فيه جرسومة كمان هذا كتير عب يساعد يعني اختصار تطور كتير كبير بعلاج الطرحة الحمد لله من قبل كان صعب أصلاً صعب بيعرفوا عيشت بالعمل بالقرحة تماماً لأنه أصلاً معارفين السبب فنحنا كنا عام نعالج شيء تاني يعني يخفف من الأعراض ممكن يخفف من الأعراض بس ما بيروح الجرسومة صحيح دكتور خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة بيقولوا قرح المادة برافق أعراض تانية مثل بيصير في حرقة المادة أو بيصير فيه أعراض تانية هل هذا الشي صح ولا لا؟ تمام هلأ نحنا اتفقنا أنه هي جرسومة بتحب الوسط الحامد فعادة ما بتنشط ولا بتصير الألام إلا أزل الوسط حامد الحرقة اللي نحنا بنشكي منها عادة هي ناجمة عن عودة الطعام من المعدة إلى المري المري هو جزء الهضمي اللي قبل المعدة اللي بيوصل ما بين الحلق البلعوم وبين المعدة هذا إذا نوجد فيه الحمض فهذا أمر غير طبيعي المعدة إذا فيها حمض ما بيشكل شخص من وجع إلا إذا في قرحة يعني أما المعدة الطبيعية ما بتأثر نهائيا عليها رجوع الحمض من المعدة للمري بيعطي للشخص إحساس بالانزعاج والإحساس بالحمودة بهذه الحالة ممكن يكون الشخص عنده مثلا فتق عجابي عم يسبب ارتجاع ومثل ما اتفقنا القرحة كمان تشكي من حرقة لأنه هي بالأساس هذا الوسط الملائم لها يعني نحن مية بالمية متفقين أن القرحة هي مرض جرثومي وليس نفسي فخلينا كمان نركز على هذه النقطة كلهم بيقولوا أنه نفسيتنا تعباني صار معنا قرحة من كتر ما بعصب بصير معي قرحة في أمراض تانية الترابط اسمه الوظيفية أو تشنج المعدة إذا صح التعبير بنحكي بالعامي للمريض نحن بس هي علميا هي اسمه الترابط وظيفية بالمعدة بسير تقلصات غير نظامية بالمعدة هاي بتسبب آلام هاي بتكون ناجمة عن التعصيب أحيانا ما بيصير عنا تشنج كولون بنفس المبدأ تبع تشنج الكولون لأنه النسيج الكولوني والنسيج المعدة الواحد فبسير تشنجات بالمعدة والأمعاء الدقيقة والكولون يعني بتقدري تقولي جهاز الهضمي كله بسبب الحالة النفسية ممكن يتقلص تشنج الكولون العصبي العصبي النفسي كتير من الصبايا يعني بيعانوا منه بدنا حلقة كتير يعني حلقة كتير بدنا حلقة موضوع كتير أكثر من 60% من مراجعين العيادات معهم تشنج كولون بس القرحة عفوان المعدة كمان بتتعرض لهذا التشنج فممكن كتير يصير التباس يعني مثلا شخص نظر من 10 سنين وطلع عنده قرحة تمام احتمال الأكبر تكون طابت بالعلاج بس بعدين صار عنده مشاكل تانية تقلصية تشنجية ما لا علاقة بالقرحة بس هو باللاوعي تابعه بيربط بالقرحة السابقة اللي هي ممكن تكون طابت فلذلك شعب ما يصير التباس التنظير هو اللي بيحل كل هالمشاكل بيبين بالتنظير أنه في قرحة طبعا هي القرحة ما بتمان إلا بالتنظير وإذا كانت معايدية لازم ناخد خزعات لأنه ممكن تكون سرطانية يعني الفكرة نقص الوزن مثلا دائما عنا قاعدة بالطر نقص الوزن يعني تنظير قطعي لأنه قرحة المعدة إذا كانت سرطانية عادة بتسبب يا نزف لأن النزف بيصير بالقرحة العادية كمان بس النزف والشديد والمستمر أو حركة النزف لازم ننزره لأنه ممكن يكون ناجم عن القرحة العادية أو قرحة السرطانية أما نقص الشهية ونقص الوزن فهدول عرضين 90% بيكون في شيء غير سليم بالمعدة يلي هو قرحة السرطانية طيب دكتور خلينا نحكي النصائح لكلمين عبي طابعنا عم بيعاني من القرحة الهضمية سواء كان كبير بالعمر أو صغير خلينا نعطيه النصائح أخيرة أو أهم شيء أنه الكبار لازم ينظره أكثر من الصغار لأنه الاحتمال للسرطان عند الكبار بيضل أكبر طبعي ما تتحول للقرحة للسرطان بما نوع الحقيقة ما بتتحول هي بتكون أصلة يعني هي من أول ما نشأت وبالتنظير وبالخزعة بيبين وبالخزعة يعني هي تظاهر يعني السرطان قد يكون على شكل كتلة وقد يكون على شكل تقرح وهذا التقرح هو أصلا سرطاني من أول ما نشأ الخزعة طبعا بتبين نحن لازم دائما آلام يعني إذا واحد شكرا من آلام صدفة أخذ برد كان معصب أكلة تقيلة وراحت الآلام خلاص مشي الحار بس استمرارية الآلام وخصوصا إذا ترافقت بإقياء شديد مستمر ترافقت بنقص شهية ونقص وزن ممكن يكون الإقياء مرافق فيه دم ولا لا؟ إن كان قرحة سليمة أو قرحة غير سليمة وارد الدم لأن أحد اختلاطات القرحة هو النزف أو الإنثقاب اللي هدون صاروا كتير إقلال بعلاج الجرسومة الحديث نادر صارنا نشوفوهن بس موجودين إلا الآن أما بالنسبة للقرحة السرطانية فهي الدم مستمر مزعج ما بتوقف هون التنظير سريع ولازم ننبه على المريض ما يخاف من فكرة التنظير التنظير بيتم بالتخدير الكامل ما بيحس نهائيا بأي شيء وهو الوسيلة الوحيدة يعني لا يوجد الآن طريقة لا بد إيكو لا بد إيكو لا بد إيكو لا بد إيكشف هالشي فلا نستهين بهذا الموضوع يا مناس انقذت تم إنقاذها من خلال لأن الأمور كلها ببدايتها بيكون علاجها سهل أكيد يا مناس انقذت ويا مناس بالعكس تمام نقذت أكثر نقذت وخلص غالبا من وصل لمرحلة يعني أنا عندي مريضة اللي هلأ ما بنساها عمرها بحدود الأربعين سنة إصرار شديد على عدم التنظير حكي النازي وبيزعج وبيضر وبيسقوا بالمعدة وما شابه نزرتها صراحة كانت تسعين بالمئة من المعدة تسعين بالمئة من المعدة مليء بكتلة بأخذ الخزعات تتبين أنه هي كتلة سرطانية صراحة ما عاشت أكتر من كم شهر كان ننتهي الموضوع لو من الأول كتير سهل كان الآلاجات السرطانية الحديثة إن كان الجراحة أو الأدوية الكيميائية والشوعية وغيرها صارت كتير متطورة لدرجة أنه في كتير من السرطانات صارت تشفى للأسف الشائع عند الناس أنه التنظير وسيلة للضرار وهلأ في فكرة جديدة طالعوا ليها هالناس جديد بالكورونا ما بصير نعمل تنظير هذه مالة صحيحة لهو جهاز رح يتعقم أصلا بالعكس يعني أكتر مكان رح يكون فيه شخص مرتاح هو المستشفى بمكان التنظير المعقم إذا مو المنظر ما له معقم فهذا سيء سواء كان في كورونا أو ما في كورونا طبعا هذا الشيء مرفوض طبعا هلأ في مراكز يا ترى أو أماكن ما بتعقم ما بيخل الأمر يعني بالمجتمع في ناس مناع وفي ناس ممنع بس نحن لازم دائما نختار المركز المحترم لأخلاق الشخص اللي عم نتعامل معه وهون بهالحالة بيكون الأمور جيدة وبدن نكشف مظبوط وخلينا ننظر ويطلع ما في شي نرتاح وممكن يكون تشنج معدة أو تظاهر من تظاهرات تهيج جهاز الهضمي اللي إلنا عليه قبل شوي المعدة والكورونا والأمعاء فقدر الإمكان نلجأ للتنظير ونستعجل للتنظير هلأ بيقوله هذا الدكتور لكي يساوي تنظير كثير للناس الحقيقة لا تساوي عندي ساوي أهم ما بدكم يعني في مشافي عامة مخترمة كثير يعني بيسألوني دائما الناس عن مشفى الأسد الجامي عن مشفى المواسع عن مشفى تشرين العسكري بيقول لهم أحسن مراكز أحسن مراكز يعني ما لك مضطر تساوي عندي روح ساوي بأماكن اللي ببلاش أو بأسعار ملطفة وسقتنا فيها كثير كبيرة وكله بعقم وكله تعامله جيد وما دخل الكورونا أبدا ما دخلها دكتور قبل ما نتشكرك بس سؤال الأخير خلينا نطمئ في العالم كان في حالات شفية من القرحة أوه 99% بيشفى بيشفى يعني أنا من 20 سنة إلى الآن ما حولت حدا على جراحة كنا كثير نحول كان يوميا يوميا في عنا حالات نحولها قبل ما كنا نعرف أنه الجرسومة هي السبب النظر القرحة هي حالة نفسية نعطي مضادات الحموضة فقط المريض يرتاح بس فترة استعمال مضادات الحموضة بوجود أدوية أن دويين التهاب بيكونوا مع بعض بعدة بروتوكارات بس دائما في دويين التهاب الجرسومة بتموت على الكامل ومنقدر نعيد بعدين تحليل بنساوي تحليل براز بسير تنكشف بتحليل البراز ما عادي فيه تحليل الدم كمان لازم هين انتبهوا فيها الناس يعني أنا بعمل تحليل دم بيطلع معي أنه شي رسومة المعدة تمام بعد شهرين برجاع بعيد التحليل بيلاقي فيه جرسومة المعدة برجاع بعيد الدواء لا ما عادي فيه بتحليل الدم لازم يعمل تحليل بالبراز بقى على فكرة بالبراز أرخاص من الدم كمان وبيعطي نتيجة قطعية لأنه في شي اسمه بتحليل الدم تفاعلات الجسم أو الضاد الجسم هي هو اللي بيكشفها بالتحليل الضاد الجسم هي ممكن تستمر فترة طويلة طيب وبعد قدي لازم يشيك على حاله ومريض القرحة بعد الشفاء واسموعين علاج القرحة بعد قدي لازم يشيك على حاله وبركي رجاعي بكتن؟ أنا رأيي إذا رأيت الأعراض انسى الموضوع ما في داعي تعيد أما الأعراض لسه موجودة ممكن تكون لأسباب أخرى بقدر اعمل تحليل بالبراز خلينا نقول مثلا بعد شهرين هيك بيكون الآن في قرحات نحنا من ضل منصر على المريض أنه رجع يعيد التنظير مرة تعاني أكيد يعني مثلا في بعض القرحات اللي أحيانا بيكون صعب نأخذ مننا خزاعات بسؤولة في أماكن بالمعدة بتكون صعبة شوي تمام أخذ الخزاعات ما بيكون عدد كافي بيكون الدكتور نفسه ما له مطمئن أو ما له مرتاح للعدد كافي وطلعت سليمة وعالجنا إزاعات بعد شهرين مثلا بيكون طمئننا مئة بالمئة أكتر أكيد دكتور شكرا لإلك شكرا لوجودك معنا شكرا لمعلوماتك القيم ومشوفك بحلقات قادمة إن شاء الله شكرا لكم أكيد الحلقات الجاية سامر بنا نحكي عن الكولون وخاصة الكولون العصبي بدنا نقل لريم إنه حلقة جاية مع الدكتور أكيد نحكي عن الكولون كل نعم نعاني منه لأنه مرض الموسم كل شي بيفيد الناس نحن جاهزينه أوكي ونحن نتشرف بحضورك شكرا لك شكرا لك